إلى جانب ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وسوء الخدمات لا تزال قوات الحكومة السورية تمارس مختلف أنواع التضييق والانتهاكات بحق السوريين في مختلف المناطق التي تسيطر عليها ولاسيما العاصمة دمشق وضواحيها فمنذ بداية عام 2023 وثقت تقارير لمنظمات حقوقية عديدة بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث أكثر من ألف حالة اعتقال تعسفي نفذتها قوات الحكومة السورية ضد المدنيين بمختلف مناطق سيطرتها تحت حجج وذراء عواهية المرصد كشف في تقرير أن ألفا وستين حالة اعتقال نفذتها قوات الحكومة منذ بداية العام الجاري طالت مدنيين بينهم طفل وتسع نساء مشيرا إلى أن التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية أو الجرائم الكترونية بما فيها التواصل مع جهات خارجية معادية هي أبرز التهم الموجهة للمعتقالين وبحسب التقرير الحقوقي فإن العاصمة دمشق وضواحيها وأريافها تصدرت بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من حيث عدد المعتقلين تعسفيا خلال هذا العام تليها محافظة دير الزور شرقية سوريا ودرعا جنوبا واللافت أن هذه الاعتقالات التي شملت مؤخرا أعدادا كبيرة من المدنيين الذين انتقدوا ترد الأوضاع المعيشية وفشل الحكومة في التعاطي معها تتم رغم الدعوات الأممية والدولية بضرورة كشف دمشق عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المخفيين قسرا في سجونها وأفرعها الأمنية اشتركوا في القناة